وجهة نظرك الفنية في الاختلاف ما بين زمالك أسوريو وزمالك أسوريو معتمد طبعاً معتمد جمال وجوميس يعني أنا شايف إن كانت يعني معظم اللعيبة ما عندهاش الثقة في نفسها خلال فترة بتاع أسوريو نتيجة للنتائج لأن النتائج هي اللي بتدي ثقة للعيبة في المكسب والأداء إنما الفترة أسوريو الحقيقة كانت النتائج مش كويسة وده أثر على معظم اللعيبة كمان خلي بالك إنه فيه تدعيمات كتيرة في انتقالات الشتوية من نسبة الناتزة مالك في لعيبة جات جديدة برضو لسه ما تأقلمتش مع فريق نتزة مالك يعني مدارب جديد ولعيبة جديدة أكتر من اللعيب موجود فده طبعا يعني أنا أعتقد ممكن حيأثر في لعيبة كانت بتلعب في النادي الأهلي وراحت نتزة مالك فممكن ده بأسلح زوح الدين إنه ممكن أنت عارف دايما اللعيب لما بيلعب ضد نادي القديم بقايا كان سابه إزاي يعني ما نجدعه بالقصة دي فبيبقى متحمس زيادة على الزوء فالحمس ده ممكن يبقى أسلح زوح الدين ممكن يبقى يجابي أو سلبي على حسب بقى قدرة اللعيب يعني عايز بقى يظهر بأقصى حاجة عنده أو عايز يظهر بمستوى عالي فأعتقد أني دي ممكن أنا أعتقد أنها تبقى بالسلب شوية على فريق نادي زمالك نعم النادي الأهلي زي بقولك متكامل سواء اللي موجودين اللي هيبقوا في الملعب أو الدكة أنا أعتقد أنها أقوى من دكة نادي زمالك نادي زمالك أنا في رأيي برضو عنده نقطة إجابية ونقطة سلبية أو نقطة قوة ونقطة ضعف أنا شايف أنه عنده مشكلة في خط الدفاع عنده مشاكل في قلبي الدفاع بيحاول يعني يحلها والمسلوس يمكن يخشه جوه أو يلعب هو وحسن مع بن جيد يعني عندهم مشاكل في الحتة دي عنده خطة هجوم كويس بيوصلوا لمرمى عندهم مفاتيح لعب عندهم يعني مهارات في بعض اللعيبة بس أنا أعتقد النادي الأهلي ككورة جماعية أحسن من نادي زمالك أو الأخيرة بيلعب كورة جماعية ما يعتمدش على فرض يعني مفاتيح النادي الأهلي مختلفة ومتعددة عنده طرفين عندهم السرعة والمهارة والقوة وهدفين رأس الحرب أين كان من اللعبة موجود عنده نص الملعب سواء نص الملعب المدافع إذا كان يلعب مروان عطية أو نص الملعب المهاجم زي إمام عشور حيبقى طبعا عنده من المهارات ومن الإمكانيات أسلوب النادي الأهلي في إحراز الأهداف ما بقاش مرتبط بحاجة واحدة صحيح ما بقاش مرتبط بالكورة العرضية أو عن طريق الاختراق من قلب الملعب أو الكور السابتة اللي بجدها النادي الأهلي سواء من ناحية تعالي معلول بلعبها من ناحيتين أو الكور السابتة اللي من بره يعني عنده أكتر من سلاح يقدر يلعب بيه زي أنا بقول لك حتى كمان أعتقد أنه فيه سبات في التشكيل للنادي الأهلي لو إحنا حطينا مثلا دلوقتي مثلا لو هنتكلم على اللعبة الموجودة هتلاقي تقريبا منهم حوالي سبعة بلعبها على طول أو الناس موجودين يعني لو هنتكلم مثلا على ومش فيه حاجة مستخبية طبعا كلها يعني الحاجات طبعا بين الكل طبعا مصطفى شبير بمجهوده الكبير خلال الفترة اللي فاتت أنه هو يثبت نفسه ولعب أكتر من مباراة ولعب زي ما أنت بتقول النهائي ولعب مباراة الأخرانية ميدي له دفعا أنه هو يعني ما شاء الله عنده مستوى ثابت وعالي ومصطفى عنده شخصية وعنده ضبط نفسه وعنده حاجات كتير قوي طبعا المدافعين طبعا إذا كان علي معلول ولا محمد عبد المنعم ولا رمي ربيعة الباكرايت طبعا هاني فمتتكلم على خط سابت صحيح لعبه معهد كتير جدا جدا نص الملعب مروان هالعب طبعا كديفندر سابت نمرة ستة الاتنين اللي قدامه أنا أعتقد في المطش ده وأنا بتبرده توقعات مش يعني معلومات خالص هي توقعات شخصية يعني بضبط إمام عشور والسولية هيلعبوا في الحتة دي قدام بيرستاو وحسين الشحات رأس الحربة أنا أعرفش في مين اللي جاهز وسام حصيات الأصابة ولا كويس هاي من بكرى كل حاجة أو مودست يعني فزي أنا بقولك هتلاقي السبعة أساسيين موجودين يعني الناس اللي بره لا تقل إمكانيات عن اللعبة اللي في الملعب عندك كريم بره طبعا معرفش مين اللي ممكن هيقعد على الدكت الاحتياط إنما كل اللي موجودين أساسا رجلهم في الملعب يعني رجلهم في الملعب ويمكن المورات اللي فاتت فيه الناس منهم بدأت أساسية صحية فده بيدي أفضلية للنادي الأهلي ويفضل بيدي قوة للنادي الأهلي زي بقولك الفايصل في المباراة دي وبكررها هي ضبط النفس والهدوء والثقة في المكسب والعمل على كده إنك لازم تطلع بالمباراة دي أهلي وزمالك وكاس فكل ده لازم أبحثت في دماغي أنا كلعيب مع طبعا الكلام الكتير اللي ممكن يبقى ما بين اللعيبة وخصوصا الخطوط كل خط مع بعضه كبات الفرق الناس الكبار الناس اللي مرت بالظروف دي كتير لازم يتكلموا مع اللعيبة بحيث إن كل يبقى هادي مهيئ نفسه لإن شاء الله المكسب يعني ترجمة نانسي قنقر